موسيقى إنه وسط بيروت التجاري في عز سبعينيات القرن الماضي سياح حركة تجارية لبنانيون وعرب وأجانب متعددو الثقافات يتسوقون ويسهرون ويقضون أوقاتهم الذهبية في القبلة الجامعة بين الشرق والغرب ألو 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 بيروت من فضلك يا عيني أطيني بيروت أعجل بالقط شوي ولكن ماذا عن خط بيروت اليوم؟ هذه القبلة الذهبية حولتها تدريجيا أياد المتاجرة بالبلد والممتهنة لصفقات الفساد ومراكمة الأموال لصالح أجندات خاصة إلى أشبه بمغارة أشباح اتجهت إليها كاميرا الجديد ليلا وإليكم المشهد الأسود حتى في أوجي تشنجات الحرب اللبنانية لم يصل وسط التجاري في بيروت إلى الدرك الذي وصل إليه نتيجة أزمة 2019 وانفجار المرفأ بعد هذه الزلازل السياسية والأمنية سيعود هذا الوسط مستقطباً التجارة والسياحة والاستثمارات ولكن كيف سيعود وبأي حلة؟ إنه بشارع فوش وشارع ألمبي يلي هن الأساس بالوسط التجاري من الأصل خمس محلات أربعة يبقوا مسكرين واحد شغال لحديد من شي سنة تقريباً الحركة رجعت بشكل خفيف ولكن سنة الثلاثة وعشرين أسواء بيروت يلي هي بتجمع تقريباً 200 محل تجاري فتح منا شي خمسين واليوم متوقع أنه يفتح فوقه شيمية إضافة لنضع عثرة الاستثمار المالي جانباً فثمت عثارات داخلية تحول حالياً دون عودة الحركة التشغيلية والشعبية إلى الوسط مفصولة عن الأزمة السياسية والحرب عند الحدود الجنوبية المطلوب شو هو؟ وأنه أصحاب الملك أكانت سوريدير أو الأفراد أو خلينا نقول الأوقاف الدينية هي تساعد شوي التجار والمطاعم في تدكور يعني أنت عم تحكي مئة ألوف أو ملايين الدولارات للمحل الواحد أو للمطعم الواحد وبالتالي بدهم يكون عندهم ضبط لبنية التكليف طبعيتهم طيب يكون عندهم مردود معي في لحظة الجلوس على الطاولة وأحلال الاستقرار سيدخ الأكسجين في رئة العاصمة مجددا وما علينا إلا أن نكون مستعدين لا أن ننتظر الآخرين ريكاردو شدياء قلنت الجديد ترجمة نانسي قنقر